فيما يخص الأثر هذه الجائحة الذي نسأل الله عز وجل أن يرفع عنه وعن كل جزائريين قمنا بالإجراءات اللازمة أو للمحافظة على صحة الموظفين من خلال توفير كل الشروط تجدر الإشارة كذلك أن الخدمة العمومية المانوطة بمديريتنا كانت متواصلة في ظل هذه الظروف الصعبة وهذا بتضافر كل جهود العمال والعاملين تزامن مع وضع في الخدمة الرقم الأخذ الوطني 33-03 لمواكبة إنشغالات المواطنين قمنا بمضاعفة فرق التدخل عندنا أربع قطاعات كهرباء وأربع مقاطعة غاز في كل مقاطعة قمنا بمضاعفة فرق التدخل هذا رغم كما أشرت إليه من إجراءات مشددة كانت الخدمة العمومية المانوطة بنا دائما في خدمة المواطن ومتواصلة كما يلاحظ المواطنين لم يكن هناك انقطاعات التي وإذا كانت انقطاعات كانت التدخل كما هو في الأيام السالفة نحن تماشيين مع معطيات هذه الجائحة التي أثرت على كل القطاعات الاقتصادية ما كانش هناك يعني كنا نقوم بعملية تحسيس المواطنين عادي يعني عادي لم تكن هناك انقطاعات إلا أن المدة طارت في الشهر الثامن كانت هناك يعني ديون تراكمت الديون وبالغت قيمة 171 مليار سنتين حيث أن 70% من هذه الضيون تعود الزبناء العاديين يعني العائلات العائلات نحن نقوم في كل فرصة مع التنسيق مع الآثير الإذاعة المحلية المواطنين من أجل القيام بتسديد المستحقات لأن تراكم الديون يثقل كاهل المواطن كما يثقل كاهل المؤسسة الاقتصادية فهناك تسهيلات المعروفة هي عن طريق الانترنت لتجنب الانتقال المواطنين إلى الوكالة التجارية هذا يعني يعني البطاقة الزهبية بطاقة الزهبية عن طريق ما بين البنوك ما بين البنوك على سي بي عبر جهاز تي بيو الدفع الألكتروني يقياه في الوكالات كل وكالة مجهزة بهذا الجهاز الألكتروني إضافة إلى ذلك قمنا بتجزئة الديون تقصيد تقصيد جدو المعينة جدو المعينة بالتوافق مع مدراء الوكالات مع الزبائن لتسهيل الأملية لتزيد المستحقات ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر